موسيقى اليوم ما ممكن نفصل ملف اللاجئين السوريين عن أداء الوزراء اللبنانيين اللي تعاقبوا على إدارة هالملف اليوم بدنا نعطيك يعني هيك حافز إجريبة حضرتك يعني غطست فيه وطلع من وزارة الشؤون بينما الوزراء المتعاقبين على هالملف يعني كانت على مر سنين في كيفية مطبات وترافق مع مزايدات سياسية لا تحصى ولا تعد ليش نحن غرقنا هلقدي مع الوزير بموضوع ملف النازحين وهلأ شو يعني شربنا حليب السباع ورح يرجع ينطلق الملف من جديد أوشي مرسي لقالك يعني عم بتقودي حضرتك أنه أنا عملت جاهد وعلى قليلة ألعت بالبرنامج لا شك هذا موضوع شائك وهو من أصعب المواضيع وهو من المواضيع الوطنية الأساسية والسيادية وأنا أعتقد أنه بعد ما أخد حقه والمواطنين عم بيلهوم بلقمة العيش وحقه أن يأكله ولكن لقمة العيش بدنا ناخدها بوطن عنده إمكانية يعيش فيها الإنسان مش بس يأكل الخوف الكبير بهذا الملف واللي أنا مدرك امطلاءا من مقرأت ومما تبعت ومما زرت تعافي أنه أنا يعني الوزير اللي عم بزور دائما المخيمات وغدا عندي جولي على المخيمات ما بيكتفق أنه يكون في عنا مجموعة راحة وأنه سكرنا كما عم بتقولي حاضرتك نحن ما منسكر الحمد لله بس لا شوف إذا سكرنا هلا لا ما سكرنا ما سكرنا الحمد لله بعدنا وعيين وهلا هايدا يوم التنين هايدا يوم التنين الساعة 8 بلشنا بالوزارة اشتغل جينا الصبح بكير ورجعنا جينا لعندك نحن ما سكرنا بس اللي بدي إليك يا حتى بكرة أنا عندي زيارة للمتابعة وللتأكد من مجموعة مواضيع اليوم كنت عم تحكي مع الساة هيلدا عن موضوع الكوليرا نحن بتعافي بنقديش حكينا وعنها المنبر عن موضوع الكوليرا عن المخاطر الصحية التانية اللي ما عم نحكي عنها اليوم في مخاطر تاني وأنا بس يعني الحمد لله الحمد لله بقول أني أني من الأشخاص اللي بيتابع يعني بتنشأتي بطريقة تفكيري أنا بتابع ولا بذكر ولا بدخل بالسياسي أنا بشيل الملف من السياسي النقطة الوحيدة السياسية اللي بتهمني أنه أقدر أعمل السياسي على المستوى الوطني أقدر طلع بلدي من هالمقزق اللي نحن فيه بس اليوم من بارح ربط رئيس جمهورية ملف النزحين بملف الترسيم شو القصة؟ ما سمعت شو قال بالزبط بس شو قال اللي بشغل يا عزاء ربطوا بإيجابي بيكون بإيجابي أنه خص الترسيم هلأ بينطلق ملف النزحين فيه ارتباط بين بعضنا البعض أنا كل حال أنت بتعفي أنه نحن يوم اللي مضى فخامة الرئيس باللحظة لا مش يوم اللي مضى بعتزر باللحظة اللي استلم الرزالي أنا كنت عنده قبل بنهار من إعلانه بدأ المرحلة وقد كنت عم بتشاور وطلعت قدام باب الأسر قلت كلمتين هيك سريعين للإعلام ما أعلنت على العلن كنت نطر أمور تاخد إطارة المزبوط وأتأكد من بعض اليوم وضعنا اللمسات الأخيرة على انسحاب أو على أول دفعة عودة أول دفعة هذه كان بتصور نهار ثلاثة نهار أربع أعلى لأسر الجمهوري عن التفاصيل وبالطبع بهذه اللحظة كان فيه تشاور يعني مبيني ومبين فخامة الرئيس ومبين المعنيين عبر الهاتف تنقدر نأمل موضوع نحنا شي منيح أنه نقدر نفكفك ملفاتنا يعني ما عنا مشكلة إذا فاكفكناهن من بعض ده يعني من بعض ما ترهلت المنطحتية من بعض ما غرقوا اللبنانية يعني بالفقر طيب شو بدك أنه ما فاكفكهم لا أنا بدك نفكفهم بس أنه ليش هالتباينات بالرأي ده ملف كان يعني على مدى السنوات مش عندك بي موضوع النازيحين مشكلتنا بلبنان ستنا هيدا القصة تجنز باقي السياسية منفوت السياسي بكل شي نحنا اليوم في عنا سياسي واحدة بهذا الموضوع أنا برأيي لغاية اليوم إذا أنت سمعتيني ما عم بقول غير فكرة واحدة أنه نحنا هيدا لبنان بطل يتحمل هذا العدد هذا العدد لو لو أي بلد بالعالم بقدر يتحمله ياخده ونحنا بخطر أنه نحنا اليوم المساعدات حترجع لورا وبلشت ترجع لورا بيان الكوليرا بسبب شو؟ الكوليرا بيان بعدم انتزام اليونسيف وغير اليونسيف والمجتمع الدولي بعدم انتزامه برفع النفايات بعدم انتزامه بتأمين المياه بعدم انتزامه بإفضاء الجوار الصحية وأنا نعر السبت الصباح عملت اجتمع مطول مع مسؤول اليونسيف وما عليش الله يحول كلمتان على هو نحنا غير راضيين ونحنا غير راضيين وغير راضيين وغير راضيين ولا بلوصل صوتنا للسماء وأنا هلأ بقول بدعي من الأمم المتحدة تبعث لجنة تدقيق على أعمال المنظمات بلبنان وبالأخص سليون السفعة كلام أوضح منك وأنا قلت له أنه يا غي ما عم بفهم عليكم مثلا بعرسال وبمنطقة تبع لبك بتشيلوا بعض الأبار الأبار الثانية ما بتشيلواها بتطلعوا بتزلطوها بالجرد لا بأجواء صحية مصبوطة ولا بأجواء كذا وهذه بتعكر عم نحكي عن أثر البيئة السلبي للمجاري المياه ولا الياه نبيه المشكلة موضوع فساد كبير المنظمات الدولية وحكينا وعم نحكي وحكيتوا عمتوا مطمئة صحافية ووصلت للوزير الداخلية هلأ عبول هلأ عبول لا مش عم بيردوا عليكم مش عم بيردوا عليكم عن الوزير بتتذكري من أسبوع وبتمنى عليك تروحي ترجعي تقري الفساد الكبير اللي نكتب عليه بالصحافة بالإنجليزي وبالعربي بالجمعة الماضي حاول فساد الوحو بسوريا نحن قلتلوا قلتلوا للمسؤول قلتلوا نحن في شبه في شبه وغريب انهم بيبتسموا يعني انت عم تقولي لمسؤول انخيها هذا ملاب انتو لوين توصلوا بهالملاب مع الوزير لوين بتقدروا توصلوا قررنا الخميس الج بيرجع هو على لبنان واطلعنا ويع المخيمات فرجية بعين والمشاكل لسه مش عارف هو بيقول انه عارف بس انا بدي فرجيه شي اللي هو بيقول انه عارف عليه وانا بشك انه عارف اليوم انت بتعفي انه ان قصة المايتة توصل على المخيمات بتمرق باربع مراحل اربع مستثمرين يعني من هالك لمالك لأباض الرواح سألتوا انا بالسؤال الصريح واتمنش ينهار سألتوا عدكن امكانية نطلع نحن ويعلو نطلع نعمل حلقة بالفرنسي وانترجمها للعربي يلا ورا يلمك خليه يتفضل يقلنا قلت له انا على الف دولار بتحطه وقضية بيوصل للناس يعني اخر شي حق عليهم ولا علينا كيف حق علينا نحنا الملف معاني الوزير من عشرات السنين تبيونات بتركيا خد تركيا تركيا مزبوط شو عملت تركيا حق علينا جبرة الدول تدفع على ستة مليار بالسنة بتركيا وإلا كبتهم على الحدود نحنا مش عنصريين وما بدنا نكب حدا بس نحنا يعني المشركة اللي عم بتصير بمجتمعاتنا من وضع عادة موجود خطة مثل ملازم أو التعامل الصحيح مع موضوع النازحي نحنا بلشنا من 11 عشر سنة بتفاوت بنظرتنا لهذا الموضوع كما كان في تفاوت بنظرتنا لغير مواضيع إلى علاقة باللاجئين غير لاجئين نحنا اليوم قدام كل موضوع منشوف كيف نحنا بدنا نستفيد فيه على مستوى أحزاب أو طواقف أو عناصر ما مشكلتنا هيا مشكلتنا هلا أنا اللي جربت أعمله أنا ما جربت فوته بالسياسي ما جربت بيعه لحدا أو اشتريه من حدا اللي عم جرب أعمله وأتمنى أنه اللي بيجي من بعده هلا بالمرحل الجاي إن شاء الله بيصير عبكرة رئيس جمهورية واللي بيجي من بعده يكفي بنفس المنهج هذا ملف وطني سيادي علينا عدم ادخاله بأي زواريب لن ينتفع أحد في لبنان من أي فقا كانت من هيدا الناس ستأتي ساعة إذا ما عرفنا نتعطى بالملف وما تأخرنا نا تأخرنا كتير لا تأخرنا كتير ما تأخرنا بعد فيه إمكانية بعد إن عالج الملف أرضنا ممسوكة أمنيا شكرا للجيش اللبناني وللأجهزة الأمنية أنا بعرف شو عم بقول أنا طلعت عجرود طلعت عجرود شكرا طلعت عجرود عرساله بعرف شو فيه شكرا للأجهزة الأمنية شكرا للجيش اللبناني علينا بعد عندنا إمكانية القرار في يدنا القرار السياسي اليوم لا يزال موحد بهذا الموضوع خلينا نروح للعمل للعمل لإنهاء هذا الملف وبيرتاح لبنان كتير اليوم يعني المنظمات الدولية الموجودة في لبنان عم تقنع النازحين بعدم العودة يعني اليوم شو رح تعملوا معا شو قادرين تعملوا معا عم بتزورهم عنا معلومات عم بتزورهم تقولهم أنتوا ما لازم وما لازم تروحوا أنت بتعفل أنه هني قملوا هيك وأنا شو عملت أنا كنت يومين على الأرض بعرسل ويومين وطلقات مع المنظمات الدولية وطلقات مع النازحين وجوابناهم للمنظمات الدولية على الأرض منظمات حقوق الإنسان أعلنت أنه نحن عم نطلعون قصريا طلعنا على الأرض مع الأعلان مجتمعنا مع الناس اللي طالعين وعبروا الناس أنه مش طالعين قصريا ما في اليوم بيواجهك بتواجهيك بالسياسة شو مستفيد الدول من وجود النازحين في لبنان نحل الأنويةكي بدأ قاعد روي يعني غير هالحلقة بدأ قاعد ريئة في خلفيات سياسية على كل حد أهم شي ما يقطعوا البحر ويصيروا عندهم بس هني راحوا لعندهم عم بيقطعوا صاروا بألمانيا أنا بوعدوا وعدتهم بـ 12 مليون لا لا أنا وعدتهم بـ 12 مليون هني مفاكرين بدوا يقطع مليون أنا وعدتهم بـ 12 مليون هني ألا بكتقليلي النام بتجيب 12 حالا من نجبتوا اليوم المليونين 37 لاجئ سوريا وصلوا إلى روما من بيروت وـ 29 رح يوصلوا الأسبوع المقبل يعني يكونوا وصلوا لأن الأسبوع المقبل كان نهار الخميس 37 لأنه كانوا يرفعوا صبيعكم كمان صبيعهم بالاجتماعات معكم ويقولوا لكون إنه فاسدين ونحنا شو كنا نقولهم شو كنتوا تقولولهم نحن ما أخبرتك شو قلت له لليونسيف على أخبرتك من شوي طيب اليوم الملقة للنظر نحن نتقلنا من مرحلين أنه هالمجتمع الدولي عم بيقلنا أنه نحن فاسدين تقلنا لمرحلين هلأ عم نضوي بشكل واضح من هو الفاسد ومن هو مع القرار وليش نحن عم نبرر القرار هيدا عملية انتصار لأنه نحن ما رح نستعطينا عودتهم على سوريا نحن عم نقول هذا حق كرمال هيك الأسبوع الماضي سبتنا حقنا بالعودة وأتمنى أنه هذا الأسبوع أنه نقدر نعمل الدفعة الثانية وأن تتم الدفعات خارج العمل السياسي وخارج الفراغ الرئاسي يعني فينا نجزم خارج العمل السياسي يعني بدأ طوبية يلا إن شاء الله إن شاء الله منشوفكم بعرسال جمعات هذه الجمعة إن شاء الله دعينا 0132555 الخلوي 760000300500 الواتساب كون 7600001 أي سؤال بهالإطار وكمان بموضوع وزارة الشؤون الاجتماعية الملفت لنظر أنه اللي تسجلوا اللي يرجعوا وإشت الموافقات من سوريا تقاعسوا عن الحضور للبسطات شو عندك معلومات؟ قلنا ليش؟ قلنا عن أرض عرسال طب اليوم لأنا تسجلت بدي روح وما رحت شو تدعيات علي لازم تكون؟ ما تقالك شو صار؟ اليوم اليوم تسجلت بآخر ثلاثة أيام قلنا نحنا بكل هدوء وروية أنه بلشنا بالإشعاد بقلب المخيمات بلشنا ندق على الإعلام ونهدد ونخوف ونرعب وبعدين بلشنا نتصل بطريقة عبر الجمعيات وعبر المستفيدين ماشي الحال نحنا طلعنا أول يوم قبل العودة وحكينا لما نقوله ورجعنا طلعنا تاني يوم على الميدان فيني أقولك أنه أحد أسباب تأخير تأخير وتصغير العدد بالنهار اللي كنا فيه بأرسال أسبوع الماضي هو سببه أنه أجا كتير عالم لما شايفوا أنه هني تسجلوا بآخر دقيقة أبلغوا أنه ما بدون يروحوا ورجعوا ورجعوا بدون يدون يروحوا وكان عنا أرباك تقنين احنا بعدنا تقنين ما نمجهزين كنا عمشتبل تحت الشطة عمنا خاينة واحدة للأمن العام اللي يغيب ومعليل يعني خلينا نقول أنه مشكور الأمن العام ومشكور الجيش ومشكورين الأجهزة أمنية بقينا رأى الساعة ثلاثة بالزمراني يعني بقى هلأ اللي مراهوا هالمرة رح يروحوا بالدفعة الثانية أي متى الدفعة الثانية بقى زد الله هالجمع هلأ بننطر اللواء إبراهيم يعني تعفي مبارح وقودت مبارح واليومين يعني مع تركة فخمة الرئيس الأسر الجمهوري ومشاكل اللي علاقة بالوزارة ما قدرنا نتابع كتير ولكن ابتداء من اليوم نتواصل مع اللواء إبراهيم لتحديد ومعرفة أي نهار بهذا الأسبوع مستقبل الاتصال مين معي ألو صباح الخات صباح النور يعطيكم العافية تفضل حضرة الوزير ممكن سؤال من بعض عمرك تفضل عم يسمعك يطول عمرك وخليلي أولادك بالنسبة للبطاقة التمولية حضرة الوزير رح نحكي عنه نعم أنا 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 مقدم أنا أنا مقدم قبل خمسة أيام من جاري يعني أنا أنا مقدم طلبة قبل خمسة أيام من جاري وجاري للأسف أبض شهر شهرين ثلاثة وأنا ما حدا قال لي مرحبا رغم رغم يا الله يرزي كل العالم رغم أن أنا وضعي أتعس 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 بمليون مرحب يجاري فيك تسمعني دقيقة وأتضلك معي أستاذي الكريم أول شيء هذا منه معيار إذا أنت قدمت نهار وقبلت بجارك أو جارك قدم بعدك يعني هذا منه معيار نعم نحن كان عندنا شهرين تقديم بالنهاية آخر الطريق هيدا السيستام العالم عم تتسجل علي هيدا السيستام فيه معايير عم تطلع هالمعايير ومن بعد هالمعايير فيه اختيار عائلات وفيه زيارات ومن بعد هالزيارات فيه ناس عم تستفيد فيه ناس رح تستفيد فيه ناس ما رح تستفيد هيدا الموضوع يعني صرنا قالينه شيء ألف مرة أول شيء جارك أنا بعرفه يعني أنا رحت بعرفه مرقتله من جماعتي من حزبي لكن ماذا زلمي استفيد كنت نخيل الله اللي استفيد خليك معي خليك معي بدنا اليوم نعمل تبدل بالزهنيتنا بلبنان ما فينا إذا ما طلعنا يطلع البرنامج منه مزبوط أو إذا اليوم تأخرنا شوي بالدفع نقول نحنا في عدم الشفافيه اللي فيني يقوله لللبنانية من موضوع البطاعة التمويلية اليوم عم نحكي عن برنامج أمام بطاعة التمويلية يقلنا أن بطاعة التمويلية هي بطاعة معلقة نحنا عم نحكي عن أمان لليوم اليوم وبكرة وبعد بكرة في ستة وسبعين ألف مواطن حتوصلوا رسالة قديم وجديد وناس كانت مصل لهم رسالة مرة واحدة ووقفت وهلأ منشرح له يحيوصل لهم تنين تلاتة أربعة وطلعنا بيان ابتداء أمن اليوم نحنا كمان نحكي عن الموضوع بس نخلص مرة الناس حين يحيوصل لهم رسائل بنفس الوقت الأكثر فكرا نحنا عم نوزع بالمناطق بطاعة تنوصل لخمسة وسبعين ألف لكن أول شي جارك مبروك لأله يعني ونتمنى ما كان يكون فقير هالقادة يطلع له على أمل أنت ونتمنى أنه تحسن وضعك يطلع لك وبعدنا نحنا مشيين بعد ما خلصنا يعني بستة وسبعين ألف عائلة هني مش مية وخمسين ألف عائلة نعم شكرا لك خلينا بس نكمل موضوع الناس حين ومعدين منحكي عننا هذا بده حلقة لوحد هذا بده حلقة لوحده معلاش ما عم تتصو فينا تتدوع هذا الموضوع بدك خبر خمال أتصل فيك بدك خبر بدك قولك مرة تتطلع تحكينا اليوم يعني ما بطلع كتير لأنه بتعفي أنت ما بحب أنك كتير يحكي عن المواضيع عائلة وزير بيطلع على الإعلام يعني حظنا حلو اليوم ايه اليوم جربت بواحدة وثلاثين خصصك بقدر لك كنت عم فكر بآخر دي ما أطلع يعني بس ما بدي زعلي بس أنت ما بتعمل هيك يعني بتوعد الإعلام بكرمالك بعد تلك مبارح سألتك أنه شو بنا نحكي على كل حال اليوم كنت مني اللي طالبوا المنظمات الدولية بتحويل المساعدات اللي عم بيعطوها إلى ناس حين بلبنان بسوريا ايه وليش ما بيعطوها بسوريا بسينا يحكي كلام بهذا الموضوع أول شي نوم المؤسسات الدولية عم بيتهمونا بأنه نحنا جماعة عم نوديهم قصرية نعم اليوم القلية والأرض فرشتنا أنه هني عم بيروحوا مش قصرية ولكن في وهذا بدي مساعدتكن وبدي صوتكن عساس أنتوا عشان هيك استقبلناك اليوم وأكيد أنتوا هذا قضية وطنيا اليوم في البقاء القصري وهذا البقاء القصري اللي علينا اليوم هذا المفهوم الجديد اللي أنا بحب اليوم احكي عني كيف البقاء القصري البقاء القصري أنه بتجي بتشترتي على الشخص أنت جوعان بس لازم تضلك بهذا البلد تنعطيك مساعدة هلأ إذا رحت عغير بلد أو رجعت عبلدك نحنا ما منساعدك هذا بيسموك بقاء قصري نعم هن اللي عم يعمل قصري لكن نحنا العودة هي عودة آمنة البقاء هو بقاء قصري تاني شغلي بالنسبة للمساعدة منقوله لك إذا أنت بقيت هون نحنا منعطيك مساري هلأ إذا إجيك طلب تروح أو أنت عندك الرغبة تروح منشجعك ما تروح ومنشوف شو فينا نساعدك بعد يعني في شيك إنه عم نساعدك فيه منساعدك بعد يمكن نحنا منعطيك محفزات شو يعني المحفزات المحفزات يعني البقاء قصري تالت نقطة ما بخلي إعلان بالبلد إلا ما أخبر فيه وطبل على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وعبر الجمعيات وعبر هيدا أنه يا أخي تطلع على سوريا غير آمنة طيب أنا اليوم ما عم بيقولوا هذا ما تقلق ذلك شغلي أنا اليوم اجتمعت مع عواصل وانتقرر تعفينوا أنا عطول بجتمع معهم أنا وكلما كان يصير لقاء بالأصل الجبهوري كان فخامة الرئيس يعني احتراماً للملاف يبعت وراي وأنا كنت أقول يعني طيب من هو هذا الشخص اللي طلع وتعرض لخطر عطونا أثبت تنباح السوريين نشوف شو صار ما عطونا ولا أسم فهذا الكلام أنا بقوله عم بيقولوا الرئيس السابق للمجلس الوطني سوري جورج صبرا المؤسف والمؤلم نحنا عم ندفع السوريين اليوم والمنظمات إلى العودة أو عم بيتعرضوا إلى الحوادث بسوريا من قبل النظام الله يقوي لجورج صبرا يعني نحنا الله يقوي شفنا نحنا يعني شفنا مشهدية حلوة ببروكسل أول شي نحنا راحنا من هون إلى بروكسل قطعنا التكت على حسابنا وقعدنا بقتل على حسابنا وما كان عندنا إمكانية نتحرك بسبب الغلا كانوا حضرتهم المعارضة السورية اللي بحترم وبجل تعافي أنت اليوم له حق الإنساني عارض كانوا جايين بتيارات كانوا جايين بتكتات من المؤسسات الدولية كانوا نزلين بأخذ أفخم قطلات وكان معهم أم نحنا كنا رايحين عزل أنا كنت رايح عزل وكان رايح معي كنت أنا كمان معنا بالوافد الوزير الخرجية ونحنا قعدنا بقتل عزل لن نطلب أمن ولم نطلب شيء كل واحد مننا دفع سفرته معليه يعني معليه هيدا الشرع والباع ما بيمشي حاله على كل حال كمان المدير المرصد السوري عم بيقول أنه نحنا عم نبعت السورية للهلاك ببلد يفتقد الأمان واقتصاده منهار يعني هيدا عم نقول لك شو الأشواء اللي عم بتصير اليوم هذا الشرع والباع ما بيفيد واللي هلأ عم بيشتريهم بكرة بيبيعهم وبيبيعهم برخيص من قال عن السوريين بلبنان نا منظمة العفو الدولية أنه لا قدرة في القرار عنهم لا قدرة في أخذ القرار منهم أحرار بيقرروا مصيرهم هذا كلام خطير وأنا أدعو السوريين وأدعو المعارضة وأدعو المولات وأدعو كل من فيه منطق بعقله هل يقبل هذا الكلام؟ مليون عم بيقولوا شو تغير بسوريا لحتى هلأ أخذ قرار الشقيق اللبناني أنه يبعث لنا يبعث السوريين على السوري والحال اللي تغير بسوريا هو أنه اليوم كل العرب راكدين ورا سوريا يفوتوها بالجامعة العربية فأسا هني ما عم بيقروا السياسي قال هني يقروا السياسي نا ولتغير بسوريا أنه لغة المدفع وقفت أي يعني مش أنه رح يتعرضوا للانتهاكات والتعذيب وخطر الموت ورح يعرض لبنان للمسائل الدولية كونه عم بيخالف الاتفاقيات الدولية لسيما اتفاقية مناهض التعذيب ونحن أول شي جناف منا مدينة وزهنة يعني أنا كنت بتوقع منهم أن يبعثونا رسالة شكر للشعب اللبناني لأحتضانهم 11 سنة النازحين السوريين طوعا ومعاملتهم بأحلى الطرق وفتح بيوتهم قال ليه شي على عرسال معلي اللي تكلم بالقبل ليه شي على عرسال عرسال اللي بين بيوتها وبين محلاتها وبكل قريتها في ثلاث سورية واحد لبناني عرسالتها أن تحت الجوع اليوم عرسالتها أن بالكوليرا عرسالتها أن بأوضاع اقتصادية خطرة مش بس عرسال كل المناصر اللبنانية معلش وين أن يجوا يطلوا شوي يشوفوهم على العالم يوقفوا حدهم إذا القدي بيحبوهم وما يطلطوا بالمجتمع الدولي وبالجامعيات وعم بقللهم وبقللهم أنا من لبنان بموقف كتير واضح ودقيق اللي بيشتريكم اليوم بيبيعكم بكرة بالخيص نعم على كل حال في كتير اتصالات متمنى يكون عن الناس حين ثلاث مداخلات ورا بعضهم بس متمنى يكون عن موضوع الناس حين لأ بعد شوي رح نحكي عن مؤسسات الرعاية ونحكي كمان عن بطاقة أمان أكتر مين معي أهلا تفضل صباح الخير صباح النور تفضل صباح الخير معنا الوزير صباح الأنوار معك أحمد من عكار أهلا وسهلا بدك تحكي عن البطاقة وعن المساعدات هلا عم نحكي بس تقولك استاذي كريم هلا عم نحكي عن نزوح السوري ما ما فينا نكون عم نحكي عن نزوح السوري نحكي عن البطاقة لأنه الموضوع الموضوع اليوم من نزوح السوري عندك شي بدك تقوله بالنزوح السوري أخذت محلي يعني بطيب أنه نبقى عم نحط بوست له علاقة بأنه عم نفتح مركز بس بدنا نحنا قلنا عن النازيحين هلا رح نخصر 16 دقايق للمسا أنا هدا اللي بدي أقوله نعم تفضل أهلا وسهلا فيك وأنا عمري 60 سنة أهلا وسهلا فيك ما أصدنا أنه ما نعتم فيك هلا رح نحكي عن البطاقة وراح نحكي عن بطاقة أمان وراحكي عن مؤسسات الرعاية ونحكي عن ذوي الإحتياجات الخاصة تحب تسمعني سياة المعاني الوزير بس بسرعة إذا سمحت ايه خلاص بيعملك أنا بيعملك أنا ممنونة لمعاني الوزير أنا ممنونة كثير معاني الوزير أنا رجل أمري 60 سنة وضريب وما عندي إلا رب العالمين وهلأ أجيتني بضاعد هذه دعم أمين مرة يا ربي أربع مرات بكيني أنا أربع مرات نعم وأنا أنتين عندي ضغط طيب هلأ بالنتيجة إجتك أربع مرات شو المشكلة فوت بالموضوع ايه أنا اللي أنا اللي أنا بس أنا اللي أنا اللي بالضو يا استاذي الكريم شو المشكل lambda شو المشكل يا بس إنه ما بيتأخروا علي يا استاذ الكريم شو المشكل شو المشكل شو الطلب يا استاذ الكريم نحنا بلغنا اللبنانية من النهار الخميس الماضي انه الرسائل يحتوصلكم تنين تلاتة اربع نعم شكرا لك اهلا وسهلا فيك انا مش هياخد اتسائل بتعلق بالنزوح بعد شواء بعد عشر دعية مناخد اتصالات اخرى تسعين من الاموال تسعين بالمية من الاموال لالفين وعشر يوم دخل الى لبنان ما يزيد عن سبع مليارات دولار للسوريين رواتب شهرية استشفاء وصحة ومنظمات عم بتدرب السورية على المهن والحرف شرط دمجون بالوظائق باللبنان يعني تفضل بدوني امنون كان وظائف ثابتة وهيدا سبب هجرة عدد كبير من شبابنا الى الخارج كمال هيك انا بلشت تقول انه انا استرامت مهامي بال11 ايلول 2021 ووضعت اولوية الاولويات ملف النازحين نعم وانا بدعي الصحافة اللبنانية نعم وادعو كل من يريد خير لبنان نعم انه يتفضلي رفقنا ويحدد ايام نعمل زيارات نسمع المضيفين في المناطق المضيفين اللبنانيين في المناطق مما يعانون وان نشوف السوريين ونفهم انه فيه تجارة كبيرة على حسابهم نعم تجارة دولية انسانية وهنو ما عم يوصلون الا العشرة او 15% وهن مطرحهم الطبيعي هو السوريا سوريا 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 هذا مطرحهم ومن يريد ومن يريد ان لا يكونوا في سوريا فليستقبلهم ببلدهم هذه معادلة بسيطة انسانية اجتماعية انونية ما بدك تستقبل ما بدك يروح على سوريا تفضل شد حالك ووديلها عندك واذا انت بتقول هو بيعمل نهضة اقتصادية نحن منقول فلينهض الاقتصاد الاوروبي على اياد الاخوة السوريين ونحن مبسوطين ونعلنوا نقوصي تب هالدفعات اللي ماشي اليوم هالي بترجعن كله نحن عندنا اعداد يعني اذا بدنا ننطر بهيك اعداد كل دفعة هالقدة من العدد بيروح فيها بدنا 3-4 سنين لا لا نحن مش هادا العدد اللي نحن متكلين عليها لازم يكون في عوضة جماعية مظبوط نحن اول شي حطينا التران على السكة كان التران بمطرح وسكة بمطرح شمعنا التران وسكة حطيناهم فوق بعض نحن بمجرد ما حطينا التران على السكة قامت الدنيا وقاعدة ماشي الحال قطعنا الموضوع ثبتنا حقنا ابتداء من هذي اللحظة هو الشغل بدو يصير عالسياسة وبالاعلام وبالمجتمع بالسياسة علينا انه نؤكد بانه نحن بدنا نعمل عود بالاعلام بدنا نأكد هذي المخاطر ونشجع السوريين لعودتهم لقراهن ولا بناء مجتمعهم السوري ومننا على مستوى الدولي نكفي الضغط الدولي للوصول الى ما يجب أن نصل عليه وانا برأيي في نقاط تاني لا مشكلة شي فينا نحطه على الطاولة ونقوله قلنا بالماضي انه نحن عم نحضر لعودة السوريين ما كان حدا مصدقنا لنا في خطوات ما كان حدا مصدقنا انا فيني اقلكن انه في خطوات بده تجي يعني ورا بعضا يحت ساعد السوريين يطلعوا على سوريا بأعداد كبير نعم على كل حال خلينا اليوم في قصة الولادات شو ما صيرهم في واحد بالمية ولادات لبنانية في سبعة بالمية ولادات سورية اختي كيف انصرف هالملف ستنا ستنا انا كنت بعرسال اسبوع الماضي وانا عم بيحكي عن الواقع كنوال هيك كلهم بينزعجوا مني في عنا الفان ولادة بعرسال وانا كنت اجمجتمع مع السوريين عم بحكي مانت عندي الفان ولادة بعرسال من السوريين سألتن انا طيب يا عم انتو بعد عشر سنين شو بيصير وضع عرسال اذا بتوقف على تلة من تلات عرسال بتشوف عرسال كلها نازحين بتشوف بيوت صغيرة وكله عم بلمع من خيام طيب السؤال عمنا الفان عيادة الفان ولادة بعرسال سوريين شو تركنا لها العرسال شو تركنا لحياة العرساليين اليوم اهل عرسال اليوم منطفدين عم نهد الوضع تما يصير في عنا مشاكل يعني من وراء عدد الولادات عدد الولادات انتشارهم بين المنازل أصبحوا مستثمرين من وراء السنطة الي تعاقبت على الحكم أصبحوا مستثمرين أصبحوا مقاولين أخدوا السوق من وراء من وراء نعرفك صريح بتحكي الامور ما احنا وصن الملف واحد القرار السياسي اثنين بعض الجمعيات المحلية المستفيدة ثلاثة بعض الاهالي المستفيدين بعض البلديات المستفيدة والمجتمع الدولي إذا بتطبخيهم مع بعضهم بيطلعوا لك هذه الحالة نعم وصلنا لهذه الحالة كمان اليوم بعد الجمعيات المستفيدة في لبنان من هنا ناينين لماذا لا بتفكفكوهم كيف بدنا نفكفكوهم يعني مفكرين أنتوا نحنا دولة دولة عند كل السلطات وكل القدرات نحنا بس نذكر نذكر المستمعين نذكر المستمعين أنه نحنا لما بنطلع على عرسال ونرجع عم نطلع من حسابنا الخاص بس تكونوا عارفين المواطنين اللبنانيين أنه نحنا عم نشتغل باللحم الحي كهربا ما فيه بوزارتنا كهربا ما فيه نطلع عن درجة منذ سبعة طوابئ نشتغل مرسلاتنا بالإيد نحنا اليوم عم ينطلب مننا نعمل كل شيء بأدرات محدودة بس نحنا عم نشتغل حكم استمرارية الملف ما بش مبارح ولا من سنة ولا من سنين من عشرات سنين ولكن اليوم اليوم اللي عملناه أنجزنا أنجز بالرغم من كل الضعف اللي نحنا فيه على مستوى الأدرات المادية والإدارية ولكن نحنا مكافين نعم وتصور أنه بهذه الحلقة أو بحلقات قبل عم نوضح لللبنانيين وعم نوضح للسياسيين أنه نوقف تشكيك ونتساعد لعملية عودة السوريين مين بيضمن ما يرجعوا لهون اللي راحوا بالمعابر غير الشرعية مين بيضمن؟ مين بيضمن؟ الألية اللي عم نجرد نشتغل نحنا وياها الأمن العام فيها والـ UNHCR نعم أنت بعرف أنه الأسماء اللي طلعوا كلهم ما حينالهم أسماءهم من الـ UNHCR من المفوضية نعم يعني نحنا إذا شفت أنه مبارح اللي طلعوا فقد نحن خيامهم نعم واللي طلعوا طلعناهم بسياراتهم معناها السيارات والطرعة ما عش فيها ترجع يعني في مجموعة صحية بس نحنا ما قدرنا منعنا تهريب الطحين والمزوت على سوريا يعني راحنا نمنع أنه يجوا من الباب الخلفة من المعابر غير الشرعية على كل حال الأمن العام الأمن العام عم يشتغل بكل طقته بكل قدرته طي يقدر يمنع هالفوضى اللي عم تصير على الأراضي اللبنانية نحنا اليوم هذا اللي عم نجرب نعمله وإذا فيه بالقلية أي صغرة نحنا بدنا نصلحها ونحسن نعم فيه عنا مراكز طبعا بالمحافظات اللي يسجلوا أسماءهم السوريين فيه 17 مركز عم يتابعوا التسجيل فيه مركز اللابوي اليوم مدعوين السورية أكتر وأكتر يكونوا موجودين عم يتسجلوا فيه لتحضير الجولة اللي لازم نعمله نعم على كل حال بدي خلي شوية شوية وقت للمؤسسات نعم من عندكم أول شيء بدي أتشكر اللجنة اللي تابعت هيدا الموضوع موضوع النازحين يعني اللجنة الوزارية بدي أتشكر وزير شرف الدين لأنه كان من المتحمسين لهيدا الموضوع وبالطبع ساهم بشكل جيد بهيدا الملف فكمان أنا واجباتي وبدأ أتشكر الأمن العام وبدأ أتشكر الجيش اللبناني ما بعرف إذا في أتصالات هلأ يعني بموضوع بموضوع طبعا البطاقة أمان بطاقة تمويلية ما في تمويل وقفت بطاقة أمان لحن بلش ابتداء من اليوم وبكرة وبعد بكرة شو رح يصير رجع بس هلأ إذا بدك منفوت بالموضوع بدك منفوت دغرين هلأ لأن الموضوع النازحين خلاص يعني موضوع النازحين خلصنا عملياً نحن من وقت رجينا لليوم كان فيه في لبنان تستفيد 32 ألف عائلة باللبناني مساعدات نعم كان تقريباً هال32 ألف عائلة ما بيتقاضوا بالمليون دولار مجموعين صحيح اليوم عندنا 150 ألف عائلة من برنامج الأكثر فكراً من برنامج أمان 150 ألف عائلة بيتقاضوا تقريباً بال24 مليون دولار ونحن رايحين لنعلن محط الدعم على المستوى التربوي هلأ كنت عم بحكي مع ضيفتك أنه ناطرين من الوزير يكون شوي قف الضغط عليه السفر لنعلن مرحلة التسجيل بالمدارس الرسمية وبالمعاهد التقنية ما بين 8 سنين و18 سنين هيدا الموضوع تم التحضير لقاله كل المستفيدين من برنامج أمان بيقدروا يستفيدوا ولادوا أن يموجودين على 3 مستويات التسجيل والقرطسية وبدل نقل اليوم وبكرة وبعض بكرة لدينا رسائل اللي حتوصل لحدود 76 ألف عائلة من برنامج أمان في عنا عائلات جديدة وفي عنا عائلات قديمة في عائلات قبضوا مرة وتوقفوا اليوم يحيرجعوا يقبضوا لأنه عم نشوف لأي سبب توقفها وكان سبب توقفها يعني يحقول على الهوى وما يزعلوا مني اللبنانية في كتير لبنانية توقفوا البرنامج وفوتونا بمشاكل يعني عائب اليوم عائب لأنه اليوم أنا أتسجل كرجل مع عائلتي ترجع مرتي تتسجل مع شقفي من عائلتها ويرجع أحد الولاد الغبار يتسجلوا مع شقفي ونجرب أنه نتزاكة بطريقة من الطرق بأنه نستفيد من 3-4 مطارح من نفس البرنامج وعائب كون أنا مستفيد من برنامج الأكثر فكرا وروح تسجل من برنامج أمان وفي حال أنا جربت قلت لك ما بتستفيد عائب أنه اتواجه وينبعت رسائل أنه ولو ما نحن فقرة بيطلعنا من هون ومن هون العملية مش مو عملية غب يعني ما أنا عملية أنا شو بيصير لي غب هايدي مال بيقدر غبه عائب بس كله معروف يعني لأنه في منصات عم نشتغل ما هيدا هو بس هيدا أخر أخر العملية أخرها لأنه اكتشفنا أضايا بتوجع بتوجع القلب عيب عيب نحن قلنا من أول الطريق نحن بدأ نشتغل على مستوى شفاف وبدأ نشتغل على مستوى ما ندخر السياسي بهالملف مثل ما عم نشتغل بملف السوريين معيب أنه اللي يصير ما بدي أوصل لمطرح حط الأرقام والأسماء على الهوى لأنه شيء مخجل لا بالإيمان ولا بالشرع ولا بأي شيء بدني أنه عائلة تتسجل أربع مرات تنقص اسم من هون تزيد اسم من هون يعني كمان ما بيحقلهم هلأ ما بعرف فيه كتير اتصالات اتصالات ناخدهم وراء بعضهم لأنه بدنا نسأل كمان عن ذوي الاحتياجات الخاصة شو عن تعمل وزارة شؤون الاجتماعية لتطبيق الدمج للأشخاص المعوقين بلبنان يريد كن سألتوا صديقتنا أسئلة سريعة وأجرية معنا في عنا اتصال من يخدمين معي مالو تفضل مرحبا محمد صالح معك تفضل أول شيء بدي تشكر مع الوزير على يعني مثل أنا شفته مرة ببلدية طاليا بسبليكنيسة هو العيش المشترك مثل ما بيقولوا توجه بالسؤال مباشرة مباشرة أنا معاليك حكيتك بخصوص جمعية نحنا مقدمين لزوي الاحتياجات الخاصة عندكم بترخيص وقلت لي رجعني نحنا رجعنا بعد ما ما اجل جواب عليها ترخيص او عقد عقد نحنا عقد ترخيص شيء والعقد شيء استاذ الكريم انت بتعرف انو العقود ما بتنعمل بكل شهر من الشهر العقود بتنعمل بعد صدور الموازنة واحتساب الجمعيات المتعاقدة وعلى اساسها المال اللي بيبقى منروح فيه على عقود فالعقود تبدأ بشهر 11-12 من بعد اول شيء صدور الموازنة ومن بعد احتساب الفائد من اجل العقد وانتو بتمونوا علينا عم تعملون بشكورين نحنا واجبتنا نعملكون عقص شكرا لقلك دكتور كمان في اتصال اخر من معي الصباح الخير اهلا بسؤال مباشرة معنا تفضل اوكي معالي معالي الوزير انا بطوية حياتي شكرا لقلك اهلا وفعل كريم صديقي بطاقة حياة برنامج حياة متوقف 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 ما نحنا عارفين وكل اللبنانية بتعرف بطاقة حياة هي متوقفة متوقفة لانها مقلة موازنة وهي المستفدين مننا بالماضي ببطاقة حياة هو بالتربية وبالاستشفاء صار على وزارة الشؤون مليارات من الليرات اتجاه الوزارات المعنية ونحنا ما عنا موازنة بهذا الاتجاه في حال صار موازنة تكرم عنكن احنا نتقل نرجع نمشي لكم هالبطاقة اجري بسريعة هلا اسئلة سريعة راح اطرحها يلا مع علي الوزير فازا نحنا كنا سألنا شو عم تعمل الوزارة تطبيق الدمج للاشخاص المعوقين بلبنان في امور حياتية اساسية هن ما عندون ايها شو اجراءات الوزارة هلدا كانت عندك من شوي هلا لا نحنا وهلدا تجامل اللعنة 30 مدرسة رسمية للدمج واليوم مع هلدا عم نطلق 30 مدرسة تانيين بيصيروا 60 مع هلدا اليوم كنت عم بحكية عالبيب انه اطلقنا شوية التعاون مع مدارس نصف مجانية في المناطق كنت عم بحكية عن شدرة وغبالي وغير مدارس اللي هوده بلشنا الحوار تنعملون نحنا مدركين بانه انه الاطفال بحاجة انه بنا نخلق سيستام لانه النقل صار كتير غالي عليهم من منطق لمنطق هلأ توعدنا بانه نكفي موضوع المناطق اللي كنا بلشنا فيها غير الرسمية الرسمية يمشي الموضوع لستين مدرسة وغير الرسمية نقدر نعملنا خمسة ست مدارس نصف مجانية تنشوف اذا بيمشي السيستام ونقلع نصف مجانية يعني بيكون ببلاش نعم يعني اليوم بالاضافة الى البطاءات طبعا بتخلق شوية امان مش كتير للناس فيه عندها خطة وزارة الشؤون لتوفير معينات طبية وسائل تعويضية وعلاج تأهيل للاشخاص خليني ارجع عن شوية الامان معليش بموضوع هيدا بتعطيني دقيقة نحنا اليوم المجتمع الدولي يجلى عنا وقالنا بالوضع اللي كنا فيه انه نحنا يح ندعمكم بتلات برامج تقدروا تقلعوا وتقدروا تشيروا الدعم عن اللبنانيين تقدروا تنقدر نخفف مشاكل اقتصادي وسط المصاري للاكثر فكرا هاينا عم انفعلها وسط المصاري لموضوع امان بالجزء الاول عم انفعلها ما وسط المصاري للبطاءة التمويلية الحرج الكبير اللي عم انحرجه للمجتمع الدولي وعدنا وما نفس بكل وعوده وانا قلت له نالتنين الماضي مثل هيدا النهار قلتوا اليوم بتعرفوا وضعنا ما شو صعب ما عم تلتزموا بالأجوة بتتركوا ما عم تلتزموا بالالتزامات بتتركوا الوضع لاخر دقيقة بترجعوا بتقلونا هلا بعد خمس سنين بتجاوبونا بكون صار مننا التزامات تاني المشكلة مننا عنا مننا بهاي الحكومي المشكلة بانه المجتمع الدولي ما التزم نعم حيحكي عن شغلي عن برنامج أمام نعم برنامج أمام معمول للسنة نحن صعرنا السنة نعم بعد فيه شهرين على المجموعة اللي نستفاد صعرنا السنة وطيب منا نجدد شو القالية يلا بعتوا رسالة بعتنا الرسالة هلا أنا وياكي على الهواء وبعد سنة إن شاء الله بتستقبليني مش كوزير يعني مكون أنا قلص بتشوفي انه بعض ما جددوا المشكلة بالقالية والبيروكراطية مش بالدولة اللبنانية مش بالدولة اللبنانية في بيروكراطية بمكان ما بس أنا لهذا البرنامج طلعت مرسوم بأربع ساعات لهذا البرنامج اشتغلت مرسوم بأربع ساعات يعني هلأ بعد شهرين توقف أمان في جزء من اللي استفاد عن المرحلة الأولى 12 شخص ايه بدوا يتوقف إلا إذا صار في بيروكراطية سريعة بالأمم المتحدة مش بالأمم المتحدة بالبنك الدولة هنقدر نكفي بس في عنا بعد 80 ألف عائلة ما استفادوا وهو دي بدوا يستفيدوا في جزء من هاو 70 ألف ويستفيد على مستوى الطلاب مادم بطاقة مولية ما قدرنا مولناها نحن ما فينا نمولها نحن تاكمل صادين من البنك الدولي ما مولوها وانتوا كنتوا مواكبين نعم طيب اليوم لحوالات للجمعيات من آخر 2020 ما وصل لهم شي اليوم بالأسبوع الماضي متركين لمصيرهم هالجمعيات لا لا منهم متركين المشكلة الكبيرة منهم متركين نحن من الأسبوع الماضي كان مع ماريو عبود الـ LBC فرجيتهم أنا رسالة هاي الجمع الماضي رايح خمس مرات أنا عند وزير المال أخدت الرسالة بتقول الرسالة بما معنى أنه هالجمعيات من آخر 2020 لغاية اليوم في عندهم احوالات لازم يقبضوا عملت له دراسي قدالي احوالات تطلع 160-170 مليار طلابت منه أنه هذي ما بيطلعه يعني ما بيطلعه شير 160-170 مليار منكود اخلصنا لآخر الـ 21 يا معاني الوزير من بعد أمرك خلينا نحولون ونخلص منهم وهيكي بنبلش بسراع جديد مع لبنوكي ومحاكم مصرف لبنان وعندني خير أول مرة خمس مرات رح تلعنده هلا أنا اليوم ناطر اتصال هلا بعد شوي يحق اتصل من جديد تشوف شو الخير أنا بوعد الجمعيات أنه خلال هذي الجمعية هيكون عندنا جواب يا سلبا يا إيجابا بس المصاري منون معي بس حتى أنك مش عم بياخدوا مصرياتهم من المصارف هايدي عم نقول ما أنا نقسم الموضوع شقة نعم وبس بدي أرجع ذكريك أنه أنا من تظهرت أمام حكم مصرف لبنان واتهاموني أني تظهرت بالسياسي وأنا تظهرت كلمال الجمعيات وأنا مستعدة أنا أتظاهر وأنا أتعاطى بالديبلوماسية كمان فيني أتظاهر وفيني أتعاطى بالديبلوماسية حين هيك إسمك مش مطروح كان بالحكومة ما عندي مشكل مطروح أو مش مطروح مش عيدة هني بيقرروا مين بيريدوا ليش قرروا عنك أنه يستلم ملف النازحين وزير المهجرين لا هو باللجنة وزير المهجرين ونشيط لأنا ما كانت بدأك تروح على سوريا ما قلت ما بدي روح أنا اليوم إذا كان بيفيد بيفيد الدولة اللبنانية وبيفيد النازحين اليوم اليوم أنا مستعد أطلع على سوريا بس طي أطلع على سوريا ما بيطلع مفرد أنا ملتزم بقرارات الحكومة أنا مني سياسي أو مني وزير بيشتغل من راسي أنا بيشتغل في التنصيق ليش راح وزير المهجرين من راسه هذا هو بيجاوب على الموضوع فيني أنا جاوب عن حالي كان ضيفي بالحلقة وقال أرسنته الحكومة هو بيقول على كل حال أنا مش واشكرته وأنا لما طلعت على بروكسل طلعت بتفريد رسمي في حال بدي أطلع على سوريا أنا ما عندي ولا أي مشكلة مبارح تفوض علي حمية الوزير علي حمية صديقنا فوضوه بالنسبة للمتابعة بالنسبة للحدود إذا اليوم دوت الرئيس بشوف أنه في ضرورة لطلعتنا على سوريا فأنا حاضر نعم على كل حال نحن حولنا بهالحلقة نوضح كل شي لأن الأسئلة كانت كتار عرفنا شو بدون يسألهم وشن هيك وضحنا بس اليوم توضيح اللي ما أخدتم عليه بالنسبة للإحوالات للجمعيات ما بقلها إيمة يعني هل بتكون تعملوا إعادة تقييم لأنه من 2020 هذا السؤال المطلوب هذا السؤال المطلوب هذا ما هذا نأترك عليه يعني من 2020 شو سمت بقلوا نظوم هذا أول مرة بولا أول مرة أول مرة سجلوا سجلوا أنا اليوم تنقشت بالأسبوع الماضي واللي قبله موزنة لـ 2023 وكانت المخصصات 7 مليار لبعد المرامج صارت عشرة سبعة صارت عشرة سبعة صارت عشرة وكان في 160 صارت 800 فأطمن بأنه أخذ التعاهد بأنه هؤلاء الأرقام ما حدا بمدئي دونيو إذا قالنا 160 صارت 800 شو ما كنا عملنا زدنا خمس مرات منون كافيين هلا بدون يقولوني منون كافيين أنا أقول لأي منون كافيين بس الكحل أحلى من العمم 2023 أبشرون أنه ها هي الأرقام 2022 لننتظر لـ 11 الشهر الموازنة ستصبح سارية المفعول وعلينا الضغط لنقبض مصريات المؤسسات اللي عملت بالبرامج اللي تختص بالأضايا زويل حاجات الخاصة وغيرها أنها تقبض على التسعيرها الجديدة لـ 22 ونقطة على السطر ونقطتين على السطر شكرا لألك ضيفنا وزير شؤون الاجتماعية دكتور هيكتور حجار أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك تهت حلقتنا إلى اللقاء بكرة محل أجديد ودايما عبر صوت أهلا وسهلا فيك اشتركوا في القناة